واخيرا الشكل النهائي للبلوفر الحاريم الـ X-Larch على المكناة Sintro 48 إبرة ده الشكل النهائي بعدما كمان جمعت الكم اللي حنتعلمه في الفيديو بتاع النهاردة بشكركم على كل تعليقاتكم ودعموكم للمحتوى اللي بقدمه كمان بشكر كل الناس اللي بتبعتلي البلوفرات والموديلات اللي بتعملها بعدما بتتفرج على الفيديو اللي بنزله على طول بشكر كل الناس اللي اخدت المكناة وبعتتلي الريفيوهات الحلوة بتاعتكم بحبوكو جدا جدا لعايز المكناة او عايز اي حاجة يتعلمها هسيبلكم كل لينكات التواصل بتاعتي في اول تعليق مسبت من واتس وفيسبوك وماسينجر ويلا بينا ازايوكو يا رب تكونوا بألف خير فيديو النهاردة جزء الثالث من البلوفر الحاريمي الـ X-Larch هسيبلكم لينكات بتاعت الفيديو الاول والتاني في صندوق الوصف علشان تروحوا تتابعوه لو انتوا لسه اول مرة هتشوفو المكناة بتاعتنا المكناة السنترو واشتغلنا على فتلتين وبردو لكم هنشتغله على فتلتين الخيط اللي باقي من البكر اللي لونه طوبي من 700 جرام الكمية دي وعندنا اللون وابيض البكرتين فاضل الحبة دول يا دوب هيكفه معنا الجزء ده تقريبا هتبقى منهم حاجة بسيطة يعني لو تبقى والخط الجنجو ده اللي باقي فكيلو كمان هيبقى بزيادة ممكن تجيبي 900 جرام هيكفوكي هيبقى حلو جدا اشتغلت الموديل بتاع النهاردة على الشغل المفتوح على المكناة ابتديت كده من الجزء بتاع البلسي بتاع الاسورة وبعد كده ابتديت ارفع طول الكم عملت طبعا ده مقاس وده مقاس علشان يبقى متدرك فيه المقاسات ويبقى واخد وسعي اليد لغاية فوق حواريكو طبعا كل التفاصيل بحاول اعملكو الحاجة بطريقة سهلة جدا علشان ما تتضيقوش وانتو شغالين على المكناة وتبقوا حابين الموضوع وده الشغل من جوه طبعا ما بدلناش خيوط كتير يعني هو حاجات بسيطة اللون الابيض هنا واللون الجنجو وده تقفيل الجنب قد ايه حلو ونضيف وكمان عايز اوريكو الشغل بتاع البلسين من جوه اهو ده كده الغرزة القلبة تمام وهنا الغرزة العدلة لازم تعرفوا غرز التريكو اسمها ايه؟ تشطيب بتاعها زي اللي شطبناه في البلوفر في الفيديو اللي فيه وهنا برضو التشطيب بتاعها يلا بقى بينا نبتدي اول فرق محتاجينها علشان نعمل الكمة بتاعي النهاردة هنحتاج الخيط الاساسي بتاع البلوفر اللي هو اليون طوبي عندنا كمان حبة من الخيط الابيض وعندنا الخيط الجنجو طبعا كل دي درجات الالوان اللي عملنا بيها البلوفر فيه الجزئين الاولانيين كمان محتاجة تلاتة من بواقق الخيوط يكون طولهم كويس على حسب الطول اللي هنشتغل به الغرز يستحصل ان انت تعملي بزيادة خلي بواقق الخيوط عندك هتنفاك عندنا مقصه عندنا ابرة تشتيب ويلا بينا نبتدي اول خطوة اول جزء فيه الكمة هبتديه بخيط مخالف هسيب الابرة البيضة تمام وهعدي الابرة رقم واحد واثنين وثلاثة وحبتدي من رقم اربعة هتعتبر هي بداية الشغل بتاعي هجيب اول الخيط الجزء بتاع الاسورة هنا بتاع الكمة ده هعمله تلاتة واربعين غرزة او تلاتة واربعين سطر كده بالطول تمام عايزة تزودي هتزودي عدد الابرة اللي انت هتشتغليه 36 38 على حسب العرض اللي انت عايزة بتاع الدوران عايزة تعمليه الاطفال يبقى حتصغري مثلا 25 26 على حسب الطول او الدوران بتاع الجزء بتاع اسورة الكمة فانا هبتدي من الابرة رقم اربعة بعد كده الابرة رقم خمسة وحنعد اربعة وثلاثين يعني دي كاينها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة 11 12 لغاية لما نوصل للابرة رقم اربعة وثلاثين العرض بتاع الكمة ده مناسب جدا ليا لو انتي حابة تكبري او تقاليلي زي ما قلتلكم بعد ما وصلت للابرة رقم اربعة وثلاثين اللي هي دي هجيب الخيط بتاعي خلاص كده ده بواقي خيوط اصلاق وحبتدي الف بكرة المكنة في نفس الاتجاه زي ما عملنا في الفيديوهات اللي قابلي كده لغاية لما اوصل للابرة بتاع بداية الشوق هبتدي دلوقتي احضر الخيوط بتاعتي انا عندي بكرة واحدة فهبتدي اخد خيط من جوا البكرة وخيط من برا البكرة بالشكل ده بيسهل لي جدا الشغل وما بيهضرش معي خيط كتير حاجي اجيب كده حبة من الخيط حلوين لان دولة اللي هنقفل بهم الشغل بتاع الاسورة حبة كده مسلا يكونوا كويسين وهبتدي دلوقتي القط الخيط بتاعي في نفس الابرة اللي بتدينا منها الشغل بالشكل ده واعلقه يبقى داية كده اول الخيط الجديد تمام؟ حطه في المكوك براحتك عايزة تمسكيه وتريحيه بايدك بس اهم حاجة شدة ايدك تكون واحدة علشان الغورة ما تطلعش واسعة وضيقة تمام؟ هبتدي دلوقتي القط الابر بالخيط الجديد وهنشتغل الشغل بتاع الاسورة من 16 سطر بالضبط زي 16 سطر بتاع الكوم هنعمل ستة اللون الطوبي هنعمل اتنين او اربعة اللون الابيض ونرجع نعمل ستة بيق اللون الطوبي شغل مفتوح رايح راجع طبعا هنا الابرة دي 33 34 الخيط جاي من وراها ما ننساش ان احنا نلقطها هنمشي لغاية لما الخيط ينزل فيه الفاصل اللي ورا الابرة رقم 34 وهنبتدي نلف نرجع لكده السطر التاني هفضل بقى اعمل السطر التالت الرابع الخامس لغاية لما ارجع بالسادس بعد كده نشوف الخطوة بتاع التغيير اللون الابيض وانا بشتغل خطوة مهمة ان انا الم بوقي الخيوط او الاطراف الطويلة بيجي كده عند اول الخيط الطويل فاي قطعة بعملها بابتدي الفها بي الشكل ده تمام حبيت اقول لكو علشان شفت ناس كتير سايب الخيوط يمين وشميل ومبهدلة الدنيا معيها وبتبواز لها الشغل بتخلي نفسيتها مش حلو في الشغل لقي الدنيا زحمة معيه فانا بعمل الخطوة دي كده نيجي دلوقتي خطوة تبديل اللون علشان ما ظهرتش في الفيديو اللي فات او هتضحكو بطريقة مختلفة وقارب دلوقتي انا عمدي الخيط اللي لونه طوبي ده خلصته كده تمام هبتدي كده بس الف علشان اجيب اول الخيط اللي هشتغله اول الابرة اللي هشتغل بيها ايه الابرة دي تمام دي اللي هي رقمه هنا اربعة هبتدي اخد البكرة بتاعتي بالشكل ده وهقوم واخديها كل الخيط الزيادة تلفيته هسقطها جوه المكانة بتاعتي هجيب الخيط الابيض تمام؟ وهقوم حطوه بنفس الشكل هنا وهبتدي بيه شغل من بداية الجرزة البيضة هنشتغل بيه سطرين هنبتدي كده اول سطر بشويش علشان الخيط بالنزل يعتبر جديد وحتى لو مش جديد لازم اتطمن ان كل ابرة اخدت الخيط ونزلت فيه المكان المزبوط بتاعها مع ان لقيتش خيط او سقطت خيط او جمعت برزتين مع بعض لان ده بيبان بعد كده فيه الشغل كل العيون تيه هبتدي كده اشتغل سطر رايح وسطر راجع من اللون الابيض كده السطرين اللي لونهم ابيض عندي هبتدي ألف تمام؟ هجيب البكرة البيضة تبديل اي لون وتكون درجات الالوان قريبة من بعض هجيب كده الخيط وحربط الطرفين دول مع بعض بالشكل ده وهقص الخيط الابيض بتاعي انا في الاول مقصتش اللون الطوبي هعمل ايه؟ هجيب البكرة بتاعته بتشكل ده كده تمام؟ وهبتدي اخرجها على طول شايفين اهي ده اخر جورزة هي لقطتها احنا شغلنا سطرين مش مستهلا انا قصه واربط وارجع اقص تاني واربط وشغلين هما كده بس انا طلعتها وحطتها على طول في المكوب بتاعي واسبها بس مريحة على قد ارتفاع السطرين اللي اشتغلتهم في اللون الابيض هحطها كده تحت الفاصل وابتدي اكمل بيها شغل اعمل بيها كم؟ السطور التانين والخيط الابيض ده كده البكرة هاقصه وكده خلصت الشغل بيه هبتدي كده اشتغل بالخيط الطوبي اهو لقط هنشتغل ست سطور برضو ثلاثة رايح وثلاثة رايح لغاية لما وصل ستة هنا ويبقى الجزء بتاع الاسورة خلص ونبتدي على طول في الجزء بتاع الكم نفسه بعد ما خلصت السطور من اللون الطوبي بتاع الاسورة طميم هبتدي كده اقص الخيط بتاعي خلاص الخطوة دي وهبتدي الف البكرة بتاعتي وهيجب رقم شايفين زي ما احنا شايفين دي كده بداية الشغل بتاع رقم اربعة انا قصت الخيط قبل ما ابتدي ولا قلقت خيط هبتدي الف بالبكرة كاني بشتغل شغل مفتوح على الراجع هطلع الابرة الاولى اللي هي رقم تلاتة بعد الاربعة تلاتة واثنين وواحد تمام هبتدي من الابرة رقم واحد انا دلوقتي عملت اربعة وثلاثين غرزة هزود تلاتة من ناحية الانين وتلاتة من ناحية الشمال بس هنزودهم ازاي زي ما احنا عارفين دلوقتي انا كمان شغالة بالخيط الجنجو الخطوة بتاع الجزء اللي من بعد الاسورة لغاية هنا 12 سطر هعملهم لون جنجو في نفس الوقت انا خلصت الاسورة وعايزة ابتدي اعمل الجزء اللي بداية الكم يبقى منفوخ او على الواسع شوية حاجة من الابرة رقم واحد هبتدي احط الخيط بتاعي بالشكل ده وحلقط اول تلات ابر كاني بلقط المكنة من اول وجدي حلقط كده الابرة رقم واحد اتنين مرة واحدة من قدام ورها واحدة من ورا برضو رقم تلاتة تمام هبتدي احط الخيط في المكوخ بتاعي يبقى انا لقطت اول تلات غرزة لو الغرزة الاولى فكت معيكم بالشكل ده تمام هتاخدوها كده بابرة كروشي ولا باي حاجة هتقوموا معلقينها وشدين الخيط بتاعها بس كده هي بس الابرة الاولى اللي ممكن يحصل فيها حاجة غير كده متقلقوش من اي حاجة يبقى انا اشتغلت واحد اتنين تلاتة يبقى شغلنا دلوقتي هيبتدي من الابرة رقم واحد لغاية اربعة هنلقط ونكمل نكمل لغاية لما نوصل للااخر هوريكم هنعمل اي بار نكمل كده يبقى السطر الجنجو ده هيبقى رقم واحد في الجنجو وفي نفس الوقت فيه العدق الجديد بتاعنا هبتدي كده هكمل لاخر السطر بتاعي ولو الغرز بتعلق معيكو زي ما قلت لكو ان احنا ننزلها لقبينة الشمال واحنا بتلف على ما تقطع تطول شوية وحتلاقوا بعد كده الدنيا مشيت معيكو احسن احسن يعني قرب منوصل طبعا انا لو حطت المكنة على ازاز هيبقى اسهل كتير بس مشكلة ان الازاز بيعمل عيكس وبيبان في الكاميرا وبيبانش اي حاجة في التصوير فعشان كده انا بحطها على قميشا علشان تبقى الخلفية كده ايه مقفولة وعكسها وتنضص الدقيق يعني فنية في المونتاج يعني التصوير هنا انا وقفة عند الابرة ركم 37 حل دي اخر ابرة انا شغالها هيجي واطلع الخيط وعايز اقط التلات ابرة اللي وراها بعد ما خلصت دي الابرة اللي عليها الشغل الاخيرة هيجي بعد كده الابرة اللي وراها هاخد الخيط من ورا كياني باقى القدين مرة من قدين ومرة من ورا هيكمل من ورا هكذا الابرة اللي وراها من قدين والابرة اللي وراها من ورا يبقى انا لقط ادي واحد اثنين تلاتة هتلاقونا واقفين عند الابرة رقم 40 يبقى احنا كنا باديين با 34 برزة زودنا تلاتة من يمين وتلاتة من الشمال وعندنا 40 برزة كاملين بتقعد وراهم الكم خلاص كده منزلت الخيط في الفاصل ورا الابرة رقم 40 وهبتدي أرجع بالبكرة بتاعتي أنا اشتغلت سطر الرايح بتاع اللقط بتاع اللوني الجديد وأدي سطر الرقم الثاني هفضل شغال الغاية لما أرجع للسطر الرقم الثاني تمام؟ عايزين نحسب أنا حعمل الكمة بتاعي من 74 سطر 74 تمام؟ ناقص 16 بتاع الأسورة خلاص دولة خلصناه ناقص 12 بتاع اللون الجنجر تمام؟ يبقى هادينا بعد كده 46 سطر من بعد كده اللون الطوبي أنا هخلص 12 من اللون الجنجر وبعد كده لما أوصل لي الـ 12 هنا هاقصه وارجع الخيط الطوبي وأكمل به كم سطر بعد كده 46 سطر ده طول مناسب 46 سطر عندي لأن الكم السقط وبيبقى نازل على الكتفي زي ما احنا طبعا عارفين الموديل لو أنت عايزة تأثري عن كده أثري اعملي لغاية 70 سطر مثلا لو عايزة تطولي أكتر من كده اعملي لغاية 80 سطر اللي راجعي بس كده فهكمل الـ 12 سطر بتوعي وطبعا بعد ما رجعت السطر الثاني خطوة مهمة ما ننسيهاش وإحنا راجعين بداية شغلنا هتبقى من الإبرة رقم واحد تمام؟ هنبتدي شغلنا هنطف كده لغاية لما الخيط ينزل فيه الفاصل اللي بعد الإبرة رقم واحد وهنبتدي نرجع وهيبتدي شغلنا من الإبرة رقم واحد لغاية الإبرة رقم اربعين على الـ 12 سطر الكنبين اللي احنا هنعملهم بـ اللون الجنجون خلصت كده السطور بتاعة اللون الطوبي زي ما احنا شايفين الشكل اهو اللون الجنجون عملنا بنين الـ 12 سطر بتاعنا وعا كده أفضلت به اللون الطوبي ما حبيتش ان انا اقتر فيه الألوان كتير ده كده شغل العدلة وهنا ده شغل القلبة ندوب البكرة خلصت على القد طبعا بسيب حبة في الآخر يبقوا طوال شوية علشان نقفل بيهم السطر الأخير بتاعنا تمام؟ هلف البكرة بتاعتي ده الشكل ده ده كده الخيط خلاص خلص هبتدي ألف البكرة كايني شغلة شغل مقفول لغاية لما تبتدي الخيط يفك هنا من على الابر جبت طبعا ابرة تشتيت بلون مخالف تاني وهبتدي ألقط الـ 40 ابرة اللي على الماكانة بتاعي دولة كده أول اتنين وهكمل لغاية لما أخلص الـ 40 برزة بتاعي طبعا بتاعتي خلصتها وطلعتها من على الماكانة وبيبقى شكلها كده نبتدي بقى نفردها بالطريقة ده تمام؟ الجزء ده بتاع القمة من فوق بتاع خياطه مع السدر والده والجزء ده الجنجواء اللي احنا عملناه والجزء ده بتاع البلسي البلسي ممكن عشان يبقى عندنا شوية نشد الخيط بتاع أول الشغل بتاعه وهتلاقوه فرد معيكم خلاص هنجيب دلوقتي خيط مخالف خالص وهنحطه في إبرة التشطيب بتاعتنا وهنبتدي نعمل بإبرة الكروشي بتاعتنا البلسي هبتدي كده أخد أول غرزة في ملقوطة على الخيط الأخضر هبتدي أخدها بالشكل ده كده تمام؟ ودي الغرزة بتاعة الخياطة بتاعة الجنبين بتاع الكوم تمام؟ هبتدي أفكها وطبعا هعمل البلسي واحدة عدلة واحدة قلب وهنيجي الغرزة اللي وراها هسيبها عدلة دي بقى الأولى دي مش باينة خلاص في الشغل الموديل بتاعنا هيبتدي من الغرزة دي هبتدي أخد الغرزة التانية برضو بنفس الشكل وافكها من الخيط بتاعها يبقى كده دي أول واحدة عدلة في البلسي بتاعتي هفك الثالثة وهنبتدي نعملها شغل مقلوب هفك كام؟ 16 أو 14 سطر على حسب اللي انتو عاملينه هفكوا بالشكل ده كده وبقبرة الكروشي لغاية لما أوصل لغاية اللون الجونجو ده وهبتدي أقلبها وأعملها زي الشغل بتاع البلوفر اللي عملناه هنعمل واحدة واحدة لغاية لما نخلص وهنقفل السطر الأخير بالخيط اللي احنا سبناه اللي هو ده اللي احنا لفناه فيه بداية الشغل طبعا بمجرد ما احنا نقفل هتلاقي كل الخيوط المخلفة دي اتشالت خالصه هتلاقي الدنيا هدية فيه الخيوط وهبتدي أقفل بالخيط الأخير ده الجزء بتاع أول الشغل أو السطر فيه الاسورة وهنا برضه هبتدي على طول بابرة الكروشي هبتدي أخد ابرة الكروشي أشتغل غرزة وحط غرزة جوه غرزة وأعملهم على الواسع جدا علشان من عايزها يمط معي كل ده تمام؟ خلصنا بقى السطر ده والسطر ده حل؟ هنيجي بقى هنا في فاكرية ثلاث غرز من ناحية اليمين ومن ناحية الشميل دولة هنلاقي الخيط بتاعهم طالع بالشكل ده هبتدي أقلمهم كده حابة تمام؟ هتلاقوا عليهم الثلاث غرز اللي زودنيهم هبتدي إيه؟ بابرة التشطيل هبتدي أدخلهم وجوه الخيط وأثبت الخيوط كلها من الأطراف ومن ناحية الثانية هيبقى الثلاث خيوط برضو اللي الثلاث غرز اللي لقطناهم على الخيط من ناحية الثانية خلصنا كل الكلام ده تمام؟ احنا عملنا في الفيديو اللي فات فمش هعملوت إيه تمام؟ وهنبتدي بقى نجمع من الناحية اليمين ومن ناحية الشمال زي ما تعلمنا في تجميع الأجزاء بتاعة البلوف غرزة من اليمين وغرزة من الشمال وأهم حاجة شايفين الغرزة دي اهي؟ شايفين السلسلة بتاعتها؟ هناخد في قلب السلسلة علشان يبقى الضلع الناحية اليمين ده هو اللي ظاهر عندنا وده هيبقى من جوه وقصدها الناحية الثانية مثلا فين؟ شايفين السلسلة دي أهي كملة اول سلسلة كملة هناخد في قلبها علشان الضلع الشمال يبقى باي هناخد يبقى اللي عندنا باين ضلع مليمين وضلع من الشمال لما نيجي نخلص القطع هتلاقوا ان اللي باين سلسلة كاملة ضلع مليمين وضلع من الشمال فاهمين قصدي ازاي؟ علشان يطلع الشغل كله مياه واحده وما يبانش ان فيه خياطة هنا طبعا كونما نشتغل حطا نشد الخيط بتاعنا وفي الاخر بقى هنجمع البلوفر بتاعنا مع الكم هوا هي دي طريقة الكم سريعا اتمنى الفيديو يكون عجبكو التلات اجزاء اللي فاتوا ويبعتولي تطبيقاتكو على الفيسبوك او بعتولي تطبيقاتكو نعمل بيها الفيديو على اليوتيوب برضو اشوفكم فيديو جديد واستنوا الفيديو اللي جاي ان شاء الله حيبقى حلو قوي مع السلامة